مجزو لأميلا باي سياحية ياتيكم من قناة وجريدة حوز براس الإلكترونية أهلا بكم بداية أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد أبون في كلمات الله بمناسبة عقاد القمة العربية بجدة في السعودية ألقاه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مجددا على ضرورة تعبئة طاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول العضاء لتجاوز ظروف الدولية الصعبة وفي ذات الكلمة أوضح أيمن بن عبد الرحمن أمام المشاركين في أشغال القمة العربية أن الجزائر وضعت في قمتها التي عقدتها نوفمبر الماضي محور لما الشمل عنوانا للقمة العربية لقد شرفني سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد أبون رئيس القمة العربية بإلقاء كلمتها الرئاسية بمناسبة افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هذا واحتضنت دار الثقافة حسن الحسن بالمدية لأربعاء الماضي فعاليات الندوة التاريخية المعنونة بالمدية في مواجهة الاحتلال الفرنسي من تنظيم الدوان المحلي للسياحة لبلدية المدية ومخبر الدراسات المتوسطية عبر العصور بجامعة يحيا فارس وافتتحت الندوة بقراءة فاتحة الكتاب والاستعداد للنشيد الوطني وبعدها قام الرئيس الشرفي للديوان مرد بنصاري بتقديم كلمة ترحيبية للحضور وكذا نبذى موجز أقول حول الديوان وأهم أهدافه وبرامجه المستقبلية كما أثر الندوة عدة أساتذة ولكاترة في المجال بمداخلاتهم لتختتم بتكريم المتدخلين والمساهمين في إنجاح الندوة إلى هنا مشاهدين مستمعين نصل إلى ختام هذا الموجز دمتم في رعاية الله وقفزه السلام